توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 712 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 372 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 130 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 209 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 23 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط تسعمائة وإحدى وثمانين قضية من بينها مائة وتسع وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومائة واثنتان وسبعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا غش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط عشر قضايا بمضبطات بلغت أكثر من خمسمائة وتسعة وستين طن